تعدوا مخاوف الطفل الطبيعية وغالبا ما تحدث في أعمار معينة فهناك الكثير من الأطفال يخافون الدخول أو النوم في غرفة مظلمة أو من بعض الشخصيات الكرتونية أو مخاوف أخرى شائعة في مرحلة الطفولة هنا يأتي دور الأهالي في مساعدة الطفل في التغلب على خوفه بطرق بسيطة للمزيد ينضم إلينا من الكويت الدكتور عبد العزيز أبل استشاري تعليمي وتربوي صباح الخير دكتور صباح الورد يا هلأ يا سيد صباحك دكتور بداية يعني هو موضوع شائع وهي فطرة نقدر نقول عليها الشعور بالخوف هو فطرة لكل الأشخاص مش بس الصغار ولكن الكبار أيضا إزاي نقدر نقنعهم من هما ما يخافوش إزاي نعزز ثقة النفس وأيضا إحساس بالشجاعة إذا إحنا عرفنا تعريف الخوف ما راح نحاول نقنع الطفل إنما يخاف لأن مثل ما أنت قلتي الخوف شي طبيعي وفطرة طبيعية عند الإنسان والخوف إحنا نحتاجه لأنه هو ينبهنا عن المخاطر اللي إحنا ممكن نواجهها فالتفكير لازم يكون أو الفكرة تكون إن شلون إحنا نعلمهم يتصرفون لما يخافون أيوة يعني هما بيخافوا مثلا من الظلام الوجود في الظلام أو ممكن يخافوا من شخصيات كرتونية معينة ممكن يخافوا من أصوات معينة إزاي أحاول أفهمهم إن هما ما يخافوش أو أغرز فيهم إنهم شعور الأمان دكتور حتى لا يتحول إلى فوبيا يعني لدى الطفل ويتعقد على المستوى أي على المدى البعيد طبعا حين الطفل لما يخاف هذا الشي طبيعي لأن نحن لازم نعرف ونتذكر أن الطفل عنده المخيلة واسعة وممكن يتخيل أي شيء بأنه شيء هو يخوف أيضا لازم نعرف أن الخوف جزء من النمو عند الطفل لازم يكون عنده جانب الخوف هذا لازم ينمو عنده عشان مثل ما احنا قلنا هو تنبيه للمخاطر فالطفل ممكن يكون نايم بالغرفة مثلا ويشوف ظل معين لكن مخيلته تخليه يعتقد أن الظل هذا مثلا وحش فإحنا هنا إذا فهمنا الطفل وحاورنا نقعد معه ونحاوره راح نعرف شنو اللي قاعد يخوفه ممكن يقول لنا أنا أخاف من الكبت ولا أخاف من الظل أو من الظلمة فإحنا نعدل هذه الأمور دكتور نستكشف وياه نقول له تعال خللنا نشوف نعم دكتور عبد العزيز الآن الطفل بطبيعته لا يعرف المشاعر مشاعر الخوف أو عدم الخوف أو غيره ولكن الأهل أيضا يكون لهم جانب كبير من أنه سابقا لوليين كانوا يخوفوننا بجل الله سامح مارة القايلة أو غيره من الشخصيات الوهمية اللي سيأتي الظهر ويأخذ الأطفال إذا طلعنا الظهر إلى الشارع والآن نفس الشيء حتى شرط المرور أنه البعض أنه والله الشرطي رح يجي يأخذك إذا عملت هذا الشيء الخطأ هل هذا طبيعي؟ لا مو طبيعي اللي قاعد يصير منه أوليها الأمور لأنه مو فاهمين فيتصرفون أو يلجئون إلى هذه الطريقة أو أنه تطبقوا يهم هذا الشيء فأهم يطبقونه على عيالهم هذا الشيء غلط ومو طبيعي نخوف الطفل بشيء مفروض يحس بالأمان منه مثلا الشرطي أو الدكتور نسمع وايد أوديك الطبيب يطيق كبرة مثلا شلون نعلمه أنه لا يخاف؟ يواجه هذا المخاوف أول شيء نعلمه أن الخوف شيء طبيعي أنك تتخاف بس شلون تتصرف لما تخاف؟ نخليه يشغل اللوجيك اللي عنده أنه ترى هذا ظل خلنا نلعب لعبة الظل مثلا الظل نقدر نكون منه شي نبي نحن نقعد ويا بالظلمة نحط لنا ليت ونعلمه على الظل هني نقعد نعلمه شون يتعامل مع الخوف وأنه شون يتعامل مع المخيلة مالتا فهني ما نعلمه شون ما يخاف نعلمه شلون يتصرف لما يخاف وهذا مبدأ الشجاعة اللي نغرسها عند الطفل نقول للشجاعة أنك أنت لا تخاف الشجاعة أنك أنت تخاف لكن تطبق ندي أمثلة أكتر للمشاهدين الأباء الأمهات عشان يقدروا يستفيدوا أكتر من هذا الموضوع مثلا الطفل بيخاف يتمرجح يتحطى على المرجحة طفل بيخاف يسبح إزاي أقدر أنه أنا أشجع وحفزه أنه هو يواجه مخاوفه أني أكون معاه أكون معاه باللي هو جاعة يسوي إذا كانت المرجحة أو إذا كان الماء إذا أنا جاعة وأيضا نبي نتفادى أنه نعرض الطفل حق الشيء اللي يخاف منه على طول يعني مثلا طفل عنده رهبة من السلام على مجموعات كبيرة مثلا في الزوارات صحيح ما يجوز أو ما يصير أنه إحنا ندز الطفل ويقول يلا روح سلم روح سلم وهو خايف إن هيئة بأنه إحنا خطوات صغيرة تخليه يوصل للشغلة اللي هو يخاف منها أو أنه يتعود عليها بس تسمحوا لي أذكر لكم نقطة مهمة جدا أن الخوف هو يساعدنا على تجنب المخاطر مثلا الخوف يحوشنا إحنا كإنسان لما إحنا في شيء خطر جدامنا فهو يخلينا إحنا نقرر بين الفلايت الفايت أو فلايت أو فريز الفايت هو القتال والفلايت هو الهروب والفريز هو التجمد طيب غريزة الحياة لكن لما شيء يخاف منه الطفل إذا كان هو إذا اختاره هو الفلايت قلنا عنا هذا عنيف لأنه يبي قاتل إذا اختار هو أنه يتصرف مع الخوف بالهروب قلنا عنا هذا خواف طيب وإذا التجمد قلنا عنا مريض أو في شيء يعني خلي أقول لك موقفين دكتور واحد منهم أنت ذكرت اللي هو مسألة أنه بيسلم على العائلة حينما يكون مثلا هناك تجمع كبير للعائلة أنه سلم على عمامك أو خالاتك أو أي أن كان والأمر الآخر أنه حتى طريقة السباحة البعض يشيل ابنه ويرميه في حوض السباحة أنه يواجه الخطر يكسر هذا الحاجز النفسي حاجز الخوف البعض نعم يكسره ويواجه مخاوفه والبعض الآخر قد يزيد هل هذا الأمر تقييمك لها هي عملية صحيحة؟ أنا ما أتفق وياها لأنه إحنا ممكن نكسر المخاوف هذه لكن إحنا فتحنا أبواب ثانية ومشاكل ثانية بعدين بالسباحة خليه يقعد يم المسبح خليه يحط ريوله أو شيء بالعدال يلعب ما عندنا طولة بال يا دكتور ما عندنا طولة بال بالنسبة حق الزوارات ملازم طفل عمره ثلاث سنين أو أربع سنين لازم نقصبه أنه هو يسلم خلونا يعني شوي شوي بالعدال خليه يتعود على الناس خلوه شوي شوي يقتدي فينا إحنا طيب يعني ما أعتقد الطفل عمره عمليات التشجيع أو كلمات التشجيع دكتور ما رح يدخل ويسلم أهميتها كلمات التشجيع وعمليات التشجيع أنت رجل أنت أمرأة لابد أن تتحدثي مع خالاته شو غيره نقدر نستخدمها بس أنا ما يعني ممكن تساعدنا هذه بس ما أشوف أنه نشيلها مالها لازم أو لها لازم نكبأ نكبرة كل واحد لأسلوبه بأنه يوصل معلومة طيب شكرا لك دكتور عبدالعزيز قبل استشاري تعليمه طربة ويكونت معنا من الكويت شكرا جزيلا يواك الله يا دكتور